في كتير قصص عم بتصير بالبلد مرتبطة بالوضع الاستثناء اللي عم يعيشوا البلد والعالم بشكل عام ولكن في تعمل مصرف لبنان في قصة اللبنانية اللي برا بدون يرجعوا بس قبل هولي بتصور نحنا بمرحلة سياسية فريدة شوية من النوعه هم سا في واحد يسميها هي مرحلة الهجم المضادة لقوى السلطة لمحاولة تحضير العدة لانقضادهم على السلطة من جديد ولو ربما بشكل اخر مع مجموعة الازمات اللي بنتعاملوا معها طي يوصلوا لحالة استقرار بالسلطة هن عم بينشدوه هيدا بيبين بكذا شغلة عم بتصير ولكن الى محوران اساسيان شوهوا الفهم السياسي بالبلد عند كتير من الناس عند كتير من المحاذبين باحزاب السلطة عند كتير من الناس اللي ضد السلطة الشكلين الاساسيين اللي عم بيحكي عنهم ان هن الاول محاولة تقطيع تطور التاريخي للمجتمع وللنظام السياسي بالبلد لحقبات ونطوي الصفحة نحن مثلا بمرحلة كورونا اذا كتير من الواحد بيحكي شيء اوسع هلق بصير الرد يعني هلق بالك بيهو القصص نحن هلق في مرحلة استثنائية وها مش صايرة قبل ثاني واحدة بترجع قبل انه هلق 17-20 هاي مرحلة 17-20 وعن نسمع الخطوات السياسية بالبلد انه قال مثلا انه بدنا نشوف الاموال اللي تهربت للخارج بعد 17-20 ليش بعد 17-20 ما حدا بيعرف فهو تشويه التطور التاريخي للحقبات ليصير في تحميل مسؤوليات مختلفة عن جزورة عن اساسها قبل 17-20 في قصة انه تسويه الرئاسيه بصير في شيء قبله وفي شيء بعده يعني فيك تقول عن سعد الحريري قبله انه وان واي تيكت والحريرية حبل مشنقة وكذا وهيداك من تاني مايلي انه هولي زلمة سوريا وهولي غطوا على اللي قاتلين لباية وباقية الاغتيالات فجأة بصير في تسويه بنصير بمرحلة جديدة مايبعد فيك تربط هولي ليش صار هيك قبله فيه الربيع العربي بالمزدوجان مايبعد فيه حدا بالعالة عم ساميه بالاسم بس بوقتها انه هلا مرحلة جديدة نكون فيه وليد جملات راحة سوريا وصعد الحريري راحة سوريا حظب الله اللي كان يتهمهم انه هن مع الاسرائيلية ساعدوا الاسرائيلية بحرب تموز نطوي صفحة ونرجع ونعمل حكومات وحدي وطنية المحكمة الدولية بقية ناشية بكل هالحقابات شهود الزور بطلنا نسمع فيهم قبله فيه لحدود خمسة وسبعة ايار واتفاق الدوحة قبله كان فيه ثمانية واربعة عشر يعني من الالفين وخمسة الالفين وثمانية هاي مرحلة ومن بعدها مرحلة جديدة خلاص وقتا نعوز منشيل هات ملفات يعني نسحب ملفه ونحطه على الطاولة وقتا نعوز لانه لا فيه قضاء ولا فيه دولة ولا فيه مسؤوليات بشيه والحياة مكملة قبله فيه من التسعين للالفين وخمسة بلوك انه هي سورية مين مسؤول عن شو فيها مش مهم قبله فيه بلوك اسمه حرب اهلية كل اللي كانوا فيها منطلع منعملهم كله نعفو عام بيتساهم بالمسؤولية فيه سامير جعجع ظلم بوقتا نسبة لرفقاته بالحرب كمان بلوك ما فيه اي رابط تاريخي انه واحد كيف وصل لهم ما فيه مسؤوليات اذا واحد وصلني لمشكل معين اللي اتبعها قانونية بيتحاسب حدا بفوت على حاس ولا شيء من هالمنطق تشويه الفهم السياسي لتطور المجتمع والدولة اللي هي مفروض تتعبر عن هالتطور هذا بيصير مشوهة بتصير الدولة مع الوقت لانه لا فيه مسؤوليات ولا فيه محاسبة شيء شكلي يعني واحد بيتطر عليه للتمثيلية تبقى مكفاية انه فيه شرعية هون وانه هولي لابسين كرافاتات فازا هم رجال الدولة منطلعون على التلفزيونيات وكذا وطاني طريقة مع هالطريقة الحكم هايدي حكم ست سبع اشخاص مع الادارة يعني هوا وزارة اغنوية بتفنيسها العازي يعني فيه ست سبع اشخاص معهم يدات امنية وحاكم مصرف لبنان هالدولة الحقيقية يولي كله تفنيس يعني ومش ضرورة تكون لنايب لوزيرة تكون حاكم بهالدولة تكون زعيم زعيم يعني بيكون عندك تاريخ معين مجمع الناس ثاني طال حد قصة التقسيم التاريخي وهلأ منطوي صفحة ومننسى كل شي صار ومفروض انه ولو معطيه فرصة كل الوقت يعني ودائما انحنا تاريخية مزارف استثنائي واول مرة بيصير وكيف بينا معنا طيب هي انه اختزال السياسة بالانقسام الاقليمي اما الدولة يعني مثلا انه في ناس ايران سورية مقاومة وفي ناس السعودية امريكا خليج بعضه صار بتركية هون في انقسام وانت كيف بتكون هونيك وانت كيف بتكون هون وبيصير في نعاش يعني هلأ حط ها عجنب وهذا اللي كشفتهم بعض ال 2011 يعني لانه صار الصراع الاقليمي بالدول الكبيرة يبطل بدول صغيرة مثل لبنان فبطل بحدة بالو فينا من الكرة الارضية يعني ما عدنا نفهم مين حليف مين ومين ضد مين وهي بنط من 8 عند 14 وهاي من 14 عند 8 ساعة من رشح سلمان الفرنجية عن رئاسي ساعة من نط عن ميشيل عون من تاني ميلي ما بيكون في مشكل عادي لانه صار صراع على السلطة واضح ما عايش فيها نخبيبي هيدا الانقسام الاقليمي اللي نحنا في محطات صغيرة معقول نكون من أسر في نتيجة صراع على المنطقة او اذا بيتقاطع على هل شقفة الارض اللي نحنا عايشين فيها ولا لا بس بشكل عالم نحنا اصغر بكتير وما عدا بالو فينا ونحنا بندفعنا لارجان ونرح من قدي وظيفة وخلص ات من وقت ما انكشفت هذه القصة بطلنا فهمينجا صارت صراع على السلطة مكشوف نتعاط لواحد يجرب يبرر انه انا لاش ضد فلان ومع فلان غير انه صراع على السلطة هوا الطريقتين منحكم فيهم بلد ومنحكم فيهم مجتمع وحد تقصد انه منقلب الصفحة وصفحة جديدة وكذا في شيء ثابت في شيء ما عم يتغير انه هوا الزعم هنى ذاتهم نقلب صفحة بس هنى ما حدا بيقلب بتورت بتحط بتبقى انت هنى جامدين الحياة السياسية بنقلب فيها مقاطع ممنوع واحد يتأثر على التانى بالوعي العام للايش وصلنا لهون ودائما ما نرجع نسألهم لنفس الاشخاص هلا شو بها نعمل هنى بيعرفوا شو بها نعمل مضبوط لنصير دولي ما كانوا عاملوا فيها هاك بقى هادي المقدمة يمكن طويل شوي طيب واحد يفهم هلا شو اللي عم بيسير بالبلد يعني هلا في مرحلة الكورونا هاي مرحلة جديدة هلا ما فينا نحكي عن شي تانى وهيدي لانه مرحلة جديدة وخطيرة واستثنائية وكذا بدا تنسينا كل شي قابل في مرحلة واحد دايك تتقاطع معا عني مسميين انا 17 تشرين قصدن فيها عني 17 تشرين انه الانهيار المالي لتحميل المسئولية لغير الاسباب اللي هي حقيقية لانه الانهيار حتى بالمعنى المباشر للانهيار سعر صرف الليرة بلش يتقلب من اخر قاب اول ايلول انا مصور فيديو قابل بشي ثلاثة جميع يمكن من المظاهرات عن قصة انه هل الدولار معقول يصير ثلاثة تغير سعره يضل يطلع يعني القصة سابقة تهريب المصريات لبرا من اخر 2018 بلش يبين في 2019 بلش يبين بصورة واضحة بميزان المدفوعات انه بين شهر واحد لشهر سبعة مكسور ميزان المدفوعات كان بسبعة شهر خمسة مليار ونص الرقم الاياسة اللي عاملينه ان احنا الكسرة بميزان المدفوعات اللي هو هالعملة الصعبة هاي قديش مننا عم بيفوت ناقص قديش عم بيطلع كانت بقبل بسنه بكل السنه كانت 4.8 مليار باول سبعة شهر كانت 5.5 مليار يشو هو هيدا غير تهريب مصاري لبرا علمانه هدا الشي انوني بعضه لليوم هدا الانوني مش انوني انه يمنعوني متنوع بيعونه البنوكي هلا بلا انون حرك مصرياتي لانه ما حدا بده يعترف بالامر الواقع بالدولي بسنا نضحك على العالم وانه مرحلة انتقالية وبتيجيك ازمة بتنسيك ازمة ومنشوف كيف منجرب انديرة معانه بتصور هالمرة الازمة بتصيب النظام باساسه وما رح يقدروا يعملوا هاي دي الطريقة معانه عم يستعملوا قصة كورونا طيب بقصة كورونا مثلا هلا في عنا نحنا اول شغلة قبل قصة المغتربين اللي برا ودين يرجعوا لانه بتصور حقهم يرجعوا في حال بده يصير اللي طابع شوية تقنية طبية كيف منعالج هاي قصة ولازم يرجعوا الاهم هي كيف هول القوى السياسية عم بتعالج هالموضوع هول اللي كل الوقت بخبرونا انه همهم الدولة هني وهن تحت سقف الدولة والعبور للدولة تمانية واربعة عشر يعني ما في فرق بهالقصة كل واحد فاتح دكاني بمنطقته هيدا بيعقم شوارعه هيدا بيجيب اكل لجماعته وهيدا بيجيب فحوصات ليمشيها بمناطقه بوقت يعني بهيك موضيع اذا لالبد هو وضع استثنائي وهو وضع استثنائي في حاجه لمركزية قرار حقيقي لا تعالج اوضاع المجتمع كمجتمع مش كل واحد بيعقم مثل ما بده في معايير طبية في معايير عند الحكم باي دولة بالعالم عنها كيه هو بيحدد شو نوع المعدات اللي من خلاله بدي انا اعمل هالتعقيم مين الناس وكيف بتعقم اي متى وكيف بخبر الناس توزيع الاكل الفحوصات وان بتنعمل وكيف بتنعمل بس هالي ناس ما بيعرفوا يشتغلوا الا بمنطق لا دولة اللي خلقت بنتيجة نظام الحرب الاهلية اللي بعده مستمر لليوم كل واحد عنده منطقته هو بيحكمه هي الحياة الحقيقية ليش من ضمن فنس عبعض الحياة الحقيقية عند هالعالم هاك وعم بتصرفوا على الاساس وهنا معطرة الحكومة بتجي بهذا الجو وبده تقعد توحي انه هي دولة هم بتجرب قد ما بتقدر بتخبس بكدير محليات فايام بتجرب تعمل اللي بتقدر تعمل بس هاي دقرية بس بتفرج الكل انه هالي جماعة الاحزاب اللي بيوهموا الناس انه هن احزاب الدولة ما حدا فرقاني معه الا جماعته حتى لو حياته موت حتى لو ضد الانتظام العام طب كل اللي عندهم خدمات كل اللي عندهم مواد تعقيم كل اللي عندهم اعاشات كانت سنديق اما مصارد ازا خاصة كانوا احزاب عمهجة لو واحد بيحب يعمل عمل خير بيعمل كل الناس تعمل عمل خير بس ازا هوا احزاب وبيدعوا ما يدعوا من خطاب تجاه الناس وطالما هن ما عم بيعملوا ولا الاستغلال الانتخابي واستزلام الناس ليش ما بيسلموهم كله نور الحكومي لوزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية وعبر الدولة كل بيتوزع كل شي حسب الحاجة الحقيقية للمجتمع مش حسب كل واحد جميعه ليش ما بيعملوها هادي اول شغلة تاني شغلة نصة تعميم تعميم مصرف لبنان فعليا مصرف لبنان كمان واحد من رموز هالسلطة بيعمل اللي بده يعني انه مثلا هلا قرر مباريح انه في سعر تاني للصرف انه اصلا كان مقرر اجر بفترة من الفترات خصص هول قطاعات الاساسية تبع الامح والدواء والحاجات المستلزمات الطبية انه هولي والنفط انه هولي قطاعات اساسية حيوية منعرف انه صار في سعر تاني بالسوق رح نغمد عيننا ما رح نعمل شيها رح نغمد عيننا انه موجود وتخلي الناس تصطفل هي والصرفين هي والابنوكي تصطفل شو بتعمل انا رح خصص هولي العالم بدولارات مدعومة بتبقى على الالف وخمسمية وخمسة عشر رجع بعدين طلع تعميمان كل واحد لغة تاني انه هلا صار فيه سعر صرف تاني غير الالف وخمسمية وخمسة عشر وغير تغميدة عيننا عن شو عم بصير بالحياة الحقيقية وان صار صار فيه الفين ليرة ما حدا طبقها بس انه طلع تعميم صارت الدوار ب الف الفين ليرة عند السرافيه ما حدا التزم فيه بارح طلع تعميم لغة تعميم الالفين ليرة قال الالف وخمسمية وخمسة عشر بتبقى على كل حسابات فوق ثلاثة الاف دوار وفوق الخمسم مليون ليرة لها طبعة الاقل من 3500 مليون ليرة هولي لا هولي سعر الصرف طبع السوق بيسحبوا مصرياتهم بس بالليرة اللبنانية على سعر صرف السوق خصصهم هلق هولي وبيسحبوهم كلهم يعني تسح عشر تسحب كل مصرياتها بتفك عنا يعني هدا خلصنا هلق من واجعة راس هولي المشحرين كلهم ما بيطلعوا ما بيطلعوا مليار دولار يجمعوا كل هولي الحسابات بيطلعوا 900 مليون 750 مليون دولار ومنخلص منهم وبقية العالم كمان هيدا منطق معالجة الامور معالجة اضايا المجتمع واحد بيصير يحص حاله هو بتقلب ساعة من يمين ليسار لكذا بس لانه في شيء عم يصير بالدولة انه مين قرر انه هلق المشحر هو طبعة الخمس مليون ليرة بس واللي معه عشر مليون ليرة اللي معه ست مليون ليرة اللي معه خمسة عشر مليون ليرة هو شو؟ قبل كان وزير المال حكينا عن رقم ثاني زماني غلطان اللي تحت المئة ألف دولار نعتبرهم بمقابلته مع الفينانشيل تايمز انه عم يحكي عن الحسابات والمضيعين الصغار اي يعني هيك عطيها وكمثل يعني انه اللي اقل مئة ألف بيطلعها تحجمون طيب مين ما يعطيه صلاحية لمصرف لبنان هات يقرر انه سعر الصرف بيصير يتحرك مئة مرة بي شهران وبقية الناس ما بتعرف شو بها تعمل الناس اللي عندها دولارات يعني فينا هلأ نحنا نتوقع انه قريبا فيه يعمل تعميم مصرف لبنان يعني يروح على سعر صرف تالت ويروح على سعر صرف رابع ويخصص ناس و هالسعر الصرف بقية الناس تندرب فيه يعمل بالدنيا ما فيه اي ضابط قانوني وانيه الحكومي بهالقضايا قولوا هلأ انه نحنا فيه صفحة جديدة هلأ هلأ فيه كورونا جاي تحكينا باه وانه وانه وصل لخواتيم وطلع عنه نسخات مؤرفة يعني من كم جمعة وانه القضاء اصلا بكل موضيع يعني نتذكر انه هو بعد وقتها مدعي العام المالي طلع قراره الشهير انه البنوكي كلها فعليا سكرا يعني انه قام عليها الايام ويرجعوا الثاني نهار بيعملوا اجتماع مع جماعة البنوكي وكنت سابقت في فيديو سابقا وحكيت عن قرار المدعي العام المالي ومشاكله التقنية يعني عم نحكي بروحيته وبيقعدوا مع البنوكي بيتفاوضوا معهم على خطوات خاصة بكابتال كنترول يعني كيف بتصير جسم القضاءة مع جسم مصرفي بيتفاوضوا وفي سلة قرارات الوعدونا رح يلتزموا فيها في مزرعة وفالتة بالبلد وفي هلق كمان جو ماشي انه هلق دخلكم النق ما بدنا نق بدنا انه هلق جو ايجابي ونقف بالصف ومفروض بيهاده نقوا على النق من خمان نعمل مت ما عم بيعملوه بمصرف لبنان وهول الست سبع زعمة مع بقية الاجزاء نغمد عيوننا هيك ونعتبر ان الحياة واقفة وهاي بكرة مقلة تبع عشيه ان هذه الكورونا بتجي صفحة منصرف فيها اللي منصرفه منخصص اللي منخصصه منكب الناس اللي منكبها منستزلم اللي منستزلموا وبكرة بتخلص ونرجع نفاضي نرجع نعلق كأنه هي مرح تأثر على بكرة كأنه كل شي بينصرف هلق ما بيأثر على اللي بدي نصرف بكرة لا بدنا كل صفحة بصفحة طوال المفروض هيد التعامل هيدا هو قصد كان ببداية الحديث بالهجمة المضادة لهو قوى السلطة وفي حكومة مشحرة بالنص مش عارف كيف هذا على قليل الانطباع إذا عارفين وراضين كارسي لأنه كلمة أخيرة عن قصة التعينات يعني كتير من حي موقف وهايك بالجلسة رئيس الحكومة بس ما هو كان مشارك بالتسميات اللي مسمية قبل ما واحد يطلع بحكومة المستقلين والتكنوكراط صار في حزبان مهددين يطلعوا منا قبل ما يصير هيدا الشي كان فيه أسامة وفي اثنين منهم واحد منهم محط من جارية الأخبار ديف شو رئيس الحكومة كان بالحبس وغيره وقال امنيح رجع تحت هيدا الجو اللي انخلق حوال هالأسامة المعينة انتفض بقى هون بتصير خايف وواحد انه مش مش بدون علم الحكومة لا بعلم الحكومة ولكن فيه بعض الوزراء فيه عم يشتغلوا قد ما بيقدوا يشتغلوا ولكن الحكومة كحكومة لحديث هلأ ما شفنا شي بيفتح النفس شكرا شكرا